جهود هنا ولقاءات هناك زيارات ومحاولات تتوج بقرارات عدة وإدانات بالصمت الدولي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أجراها كثير من الزعماء العرب والغربيين محاولة منهم لصد تل أبيب عن مواصلة ممارساتها غير الإنسانية ورفع يدها عن غزة وإعلان فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها مصر كانت السبقة دوما لتلك الجهود إذ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءات عدة آخرها كان مع العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة في العاصمة القاهرة دعا خلاله الرئيس المصري إلى توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم الرئيس المصري شدد على ضرورة الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وهي التصريحات ذاتها التي أكد عليها العاهل البحريني القضية الفلسطينية لا تزال القضية الأبرز على طاولة المفاوضات العربية إذ أكد العاهل الأردني أيضا الملك عبد الله الثاني على الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أيضا على أولوية وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشلل في التوصل لوقف إطلاق النار دوليا ظلت القضية الفلسطينية حاضرة إذ طلب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة وتوفير الحماية لنحو مليوني مدني بالقطاع أما منظمة الصحة العالمية فقد أدانت هي الأخرى ما يحدث داخل قطاع غزة لا سيما الانتهاكات المستمرة بحق الأطباء والقطاع الصحي غزة قضية شغلت ولا زالت تشغل الرأي العام العربي والدولي كخنجر مسموم وضعه الاحتلال في قلب الإنسانية فخارت قواها وهي تطالب العالم بالانتفاض لأجلها